لما كنا بنتكلم دوري وبطولة وافريقيا وكلام ده قلت له واس انت طلعت خمس لعيبة ما حصلتش في بقانة سنين من ساعة ما تعمل الاغتراف ده تطلع خمس ناشئين وتكسب دوري والراجل نختلف نتفق عليه يغير تلات لعيبة يشيل تلاتة نجوم ماتش اهل وزمالك وينزل تلاتة صغيرين يا رضا وتكسبني ده احنا بنكسب الزمالك ونقضت اللبس انا لعبت خمستاشر سنة في النادي الاهلي خسرته مرة واحد من قضت اللبس كنا بنكسب الزمالك ومش عيب ان الاهلي يخسر او يكسب مش دي القصة القصة انت بتتكلم زي ما قالت ساعة الريس وانا فيه جملة عايز اقولها لساعة الريس ودي تخصني انا ورضا واللي زي حالاتنا كده اللي اللي لسانهم طويل لما رئيس الجمهورية يطلع هيكلم الشعب المصر كله يقول له انت ليه بتزعله من الحقيقة ده درس يا رضا طبعا درس الكل واحد مسؤول في البلد صح انت ليه بتزعله من الحقيقة ويقولولي ما تقولش انت يا فندم يا فندم انت ما تقولش لا اقول لان الراجل متحمل مسؤولية الراجل متحمل مسؤولية مية وعشرين مليون واحد ولا مية وعشرة احنا مية وعشرة وفي حوالي تلاتين مليون واحد من اخواتنا في سوريا والسودان وانا بتاع لما رئيس الجمهورية عمل كده الناس اللي تحت مش داي بقى القضوة بتاعهم لكن اللي يقول الحق لا برا ما يشتغلش اللي يكلم لمصلحة البلد لا 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 ده برا واحنا احنا دخلين على خلاص احنا سلمنا نمر لكن يهمنا طبعا حرق دمي ليه عشان بلدي لما قعد كده كاس عالم باتفرج على المغرب واتفرج على السعودية بتكسب الارجنتين واتفرج على تونس واحنا اسادت الناس دي كلها ونكلب ايه طبعا اقولك يا احنا خدنا بتولة افريقيا وبنكسب افريقيا ده دوري مدارس على رأي رضع بالعال ده دوري مدارس افريقيا انا كسبان كوتوكو تلاتة وراحين بنعمل كده في كوتوكو ليه لما مش عارف فيين حد في اوروبا قالك لو حد من المداربين الكبار قالك لو الافرقة المجنسين في اوروبا رحوا بلادهم ما فيش فرقة في اوروبا تكسب دولة كاس عالم واحنا باسم مصر الكبير ده تلات مرات احنا رحنا السعودية يا رضا سنة كام سبعين واحد وسبعين كنا منتخب القاهرة ناشئين لأ قلت لك اللعبة المنتخب كان ناشئين تتخض تتخض مين كان عندنا جويس بسعد عزب وكرامي وانا وغانم فاروق عفر والخطيب ومجد كامل بتاع السكن الحديد لو فكروا مجد كامل واسمى خليل ومحسن كنا منتخب مصر صفوة ده كان بيرقص في نص المعلى كنا بنتحق اشتركوا في القناة